اشتركوا في القناة المواد على مستوى العالم وهو ظهور علم النانو تكنولوجي واجي ابص على العنوان بتاعي هناخد النهاردة محاضرة تعرفية شاملة للمواد النانو مترية وخصائصها وان شاء الله لك انا هيكون كل يوم اربع هنلتقي مع تكنولوجيا المواد النانوية والهدف منها والابحاث العلمية توصلت لايه وتوضيح اهمية المواد النانو مترية في حياتنا السلسلة اللي انا هشرحها بخصوص النانو ساينس والنانو تكنولوجي بتهدف جميع طلاب الكليات سواء كانوا هندسة او الطب او جميع شرائح العلميين عن مثلا المهتمين بالمواد النانو مترية وهبدأ معاكم واقول نانو متيريال ساينس اند انجينيري في التايتل بتاعي انا قلت نانو ساينس اند نانو تكنولوجي ايه الفرق بين الساينس والتكنولوجي زي بالزبط الفرق بين التلاجة وهي بتعمل لتلج والمية لما بتتحول لتلج ده بيتحول عند زيرو درجة فزيرو درجة دي دي بيزيك اما التكنولوجيا اللي حولتني المية للتلج هي التلاجة صح؟ طيب عايزين بقى نشوف علم المواد النانو مترية وعلاقته بالعلوم التانية حاجة دي ان هندسة وعلوم المواد النانو مترية دخلة في جميع العلوم من الطب للهندسة للاحياء للفيزياء للكيميا هندسة علوم المواد والهندسة الالكترونية الهندسة الميكانيكية الكيميائية او المدنية وكذلك الطب ويه الهندسة الطبية طيب خلينا نتعرف يعني ايه كلمة نانو في الحقيقة ان النانو ده مقياس او سكيل جاي من كلمة يونانية قديمة من بتعني دوارف ماذا تعني دوارف تعني يعني حاجة صغيرة جدا 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 طيب لو انا جيت في نص الاسكيل هنا واعتبرت العشرة بتاعتي قس زيرو هو دي الوان بتاعي او هي الصفر بتاعي يبقى العشرة قس واحد دي التن تمام دي بنسميها ديكا اما العشرة قس اتنين بسميها هندرت فدي البريفيكس بتاعها بيبقى هكتو الساوزنت اللي هو العشرة قس تلاتة اللي هو الالف بسميه كيلو اما العشرة قس ستة اللي هي المليون اللي احنا بنقول عليه المليون دي بنسميها الميجا العشرة قس تسعة بنسميها جيجا العشرة قس تناشر بنسميها تيرا العشرة قس خمستاشر اسمها بيتا العشرة قس تمنتاشر اسمها اجزا اما العشرة قس واحد وعشرين بسميها زيتا والنين بتاعها اسمه سكسيليون أما العشرة قص 24 بسميها سيبتيليون وبتاخد فيه الرينج بتاعها أو البريفكس بتاعها أو المقطع بتاعها اللي تاخده في التسمية يوتا طيب لو أنا جيت أبص للرينج ده بالسالب بما أني النانو عشرة قص ناقص 9 فأنا يهمني الرينج في السالب فدلوقتي العشرة قص ناقص 1 اسمها تنس ودي بنسميها دي سي العشرة قص 2 بنسميها هندرتز اللي هي سانتي العشرة قص ناقص 3 اللي هي في البوزتف بنسميها ساوزنت أو في الموجب بنسميها ساوزنت بنسميها هنا ساوزنتس بضيف تي اتش ودي بتبقى البل ميلي أما في حالة الميليونس اللي هو عشرة قص ناقص 6 ده المايكرو أما البليونس ده عشرة قص 9 اللي هو النانو بنزل بعد كده لعشرة قص 12 اللي هو البيكو عشرة قص ناقص 15 اللي هو الفمتو عشرة قص ناقص 18 بسميه قتو عشرة قص ناقص 21 اللي هو كان اسمه سكسليون فوق ده اسمه سكسليونس عشرة قص ناقص 24 بسميه سيبتيليونس او اليوكتو تمام؟ دي الفرق بين الوحدات المختلفة عشان بس نبقى عارفين النانو فين من دول النانو عشرة قص ناقص 9 تمام؟ طيب النانو سكيل بقى ايه اللي بقصده بالنانو سكيل؟ قال لي والله اي حاجة في الرينج من واحد الى 100 نانو اقل من 100 نانو انت كده في رينج النانو بعد خرقتي برا الميت نانو يبقى انت دخلتي في رينج المايكرو طيب اي شكل عندي يسمى نانو اي شكل يسمى نانو طالما الديامتر بتاعه من واحد لاقل من 100 نانو متر يعني لو عندي سمفيلم لو عندي شريح رقيقة阿صفى اي رقيقة في رينج النانو هي نانو سمفيلم لو عندي فايبرز او الياف زي الناسللولوز فيبر اللي هي الالياف القطنية بسميها نانو فيبرز لو عندي anabybe زي الkarbon nano tube anabybe رفائعة وصغيرة في رينج النانو يعني من الрейنج بطاعة من واحد atau من عشر لاقل من 100 نانو هي دي في النا magnets فبسميها نانو تيوبس او شكل التريانجل او الشكل اللي هو المستطيع المسلسي يا ربي شكل المسلس ده لو هو في رينج النانو اقل من 100 نانو يبقى هو نانو تريانجل سواء كان مكعب يبقى نانو كيوبك نانو فليكس نانو ديسكس او على شكل الاسطوانة او على شكل الديسك طيب خلينا ندخل ونعمل classification للمواد النانومترية يعني ايه يعني نقسم نصنع في المواد النانومترية وفي الحقيقة ان المواد النانومترية عندي لها اكتر من تصنيف فخلينا نتعرف على التصنيف بتاع المواد النانومترية ازاي نصنفها فاول حاجة بنصنفها على حسب الابعاد بتاعتها الديمنشن او الاسكيل بتاعها هصلنا في المواد النانومترية طبقا للابعاد على حسب الابعاد بتاعتها الابعاد بتاعتها لازم تكون من واحد للميت نانو اقل من ميت نانو تمام طيب أول حاجة Zero Dimension يعني Zero D Zero Dimension يعني لها بعدة لها طيب One Dimension يعني أحدية البعد يعني لها بعد واحد أما Two Dimensional يعني سنائية البعد وهناخد أمثلة على الحاجات دي بالتفصيل Three Dimension يعني فيه السري ديمينشن الـ X والـ Y والـ Z هرجع عاسم المواد النانومترية لتأسيمها تانية خالص على حسب النيتشر الطبيعة الأصول بتاعتها أنا لما أتكلم عن نفسي بقول أنا أصولي مصرية أنتو لما بتتكلموا عن نفسكو بتقول إحنا أصولنا سورية لأ المواد النانومترية بتتأسم على حسب أصلها إلى التصنيع بتاعها بمعنى لو تصنعها من أصل أورجانيك فبسميها أورجانيك نانوماتيريا لو أنا بصنعها من أصل إن أورجانيك يعني فيها مثل أو مثل أكسايد أو فيها مثل تشالكوجين وهوضح يعني إيه الشالكوجينات بالتفصيل في الحالة دي بسميها إن أورجانيك بفيه عندي مواد نانومترية اسمها كاربون بيزد وده علم كبير جدا في علوم المواد النانومترية بسميه كاربون بيزد نانوماتيريال يعني مواد نانومترية ذات أصل كربوني أو النانو كومبوزيت أو التوليفات وقف شوية عند كلمة التوليفات النانوية دي يعني إيه توليفة نانومترية توليفة نانومترية يعني بتتكون من كذا عنصر بمعنى إن أنا مثلا لما هاجي أكل هعمل بسلة ورز ماينفعش أكل الرز الوحده وماينفعش أكل البسلة الوحده لازم أحط البسلة على الرز تكنيك إن أنا أحط اللي اتنين أو أعمل خليط من اللي اتنين ده ده بسميه متراكب أو توليفة تمام التوليفة دي لو كانت في رينج النانو اللي هو بيبدأ عندي من واحد من عشر مثلا لغاية أقل من الميت نانومتر فدي بسميها نانومتر نانو كومبوزيت يعني في رينج النانو هرجع أقسم دلوقتي المواد النانومترية على حسب النانوفابريكيشن شيب يعني إيه؟ يعني على حسب شكلها النهائي وهقسمها لنانوبارتكيلز يعني جسيمات نانوية يعني حاجات صغيرة وملهاش بعد دايما النانوبارتكيل بتبقى زيرو لأنها نقطة نقطة يعني ملهاش إحداثيات ملهاش لا إكس ولا وي ولا زد فبالتالي بسميها زيرو دايمينشن وهقسمها إلى تسبيرزيت ودي جسيمات معلقة أو مشتتة خلاص ضمن سائل بتبقى معلقة ضمن سائل وهاخدها برضو بالتفصيل وهعرف إن أنا إزاي لو جبت معلقة نيشة ودوبتها في المية دا معلق أما لو ترصبت عندي بسميها معلقة طول ما النيشة منتشرة في المية أو لما بترصب معايا بسميها برسبتات لأنها رصبت تمام؟ طيب إيه وظيفة التسبيرجن دا في الحقيقة؟ أنا هاخد التكنيك دا بالتفصيل في المواد النانومترية وهنعرف ليه بنحتاج مواد تسبيرجن بعد كده سيرفيس باوند نانو بارتكل يعني إيه سيرفيس باوند؟ يعني تعمل سببورت على سطح بوليمار بوليمار يشيلها آآ صوليد جزء صوليد يشيلها وهكذا طيب النوع الأخير يعني مدفونة أو محشورة داخل جسم صلب وهاخد برضو الحاجات دي بالتفصيل بس معدش خلينا نعرف التقسيمة بتاعتها الأول وبعد كده ندخل في كل حاجة بالتفصيل طيب على حسب ماهيتها يعني إيه ماهيتها؟ النانوماتيريال ديفينيشن تعرفها هي مين؟ هي بنت مين؟ تنسب لمين؟ أول حاجة هنسيبها للكومبوزيشن للتركيب بتاعها بتتركب من أصل عضوي ولا بتتركب من أصل كربوني ولا عضو كربوني مع بعض ولا أصل غير عضوي وأصل كربوني ولا أصل متل ومتل أكسايد أو شالكو جينات أو بتتكون من إيه؟ يهميني أوي أعرف التركيب بتاعها يهميني أعرف المورفورجيكال شيب بتاعها شكلها إيه؟ يا طرى هي دايرة يا طرى هي مستطيل يا طرى هي شكل الكونز أو اللي هو بيسموه الزعبوت اللي كانوا بيحتفلوا بيه الأطفال في الأعياد شكلها إيه؟ هل هي أجلمريشن يعني متجمع وعمل كتلة مع بعضها؟ ولا فيها يونفورم؟ يونيفورم يعني إيه يونيفورم؟ يعني شكلها قد بعضها بالزبط مرتبة بشكل هندسي زي ربنا بالزبط مخالق الكون ومرتب كل حاجة في مكانها أي خلل بيحصل عندنا بيحصل تلوث بيئة أو اختلال في اكتزان البيئة دا بص برضو بالزبط هي منظمة ومرتبة زي ما أنا الطفل خارج الصبح للمدرسة فلبس اليونيفورم بتاع المدرسة طب لو هو لابس لبس مخالف مش هيدخل هي برضو دي مرتبة في ترتيب هندسي قويس جدا طيب الفيزو كيميكال بروبيرتس أوف نانو ماتيريال يعني إيه؟ أنا يهمني أعرف الخواص الفيزيائية بتاعتها يهمني أعرف الخواص الكيميائية للمواد النانومترية يعني إيه الخواص الفيزيائية ويعني إيه الخواص الكيميائية؟ في الحقيقة دي فيها خواص كتير جدا هبدأ بأول خاصية التركيب السطحي بتاعها فيه إيه على السطح؟ فيه مجموعة أو إتش فممكن أعمل لها لينكيج مع حاجة تانية مع حاجة فيها سي إل طب على السطح بتاعها فيه أمين على السطح بتاعها فيه إيه؟ ممكن يبقى فيه اتصال كيميائي بينها وبين العناصر ولا اتصال فيزيائي ودايما إحنا كناس كيميائيين أو دايما بنتكلم في علوم الكيميا عن متن يهمني أوي إنه يبقى فيه ربطة كيميكال لأن الربطة كيميكال بديها صعب كسرها تمام؟ أنما مش معنى كده إن الربطة الفيزيائية يعني مكروهة ولكن مش مستحبة تمام؟ وطبعا هنرجع في دا للروابط بتاعتنا الايونية والتساهمية والربطة الميتاليك وهكذا يهمني أوي الأنواع بتاع الروابط ولو ما خدتوهاش يا ريت الفيتو نظري ليها علشان أشرح أنواع الروابط بالتفصيل بعد كده كريستالاين استراكشر البنية البلورية بتاعتها مبنية في إيه؟ مبنية في سيمبل كيوبك يعني على شكل مكعب فيه أربع زرات في الاركان واللي هي بادي سنتر دي كيوبك بنسميه بي سي سي فبيبقى عنده أربع زرات في الاربع تركان وعنده زرة في مركز بنسميه مكعب مركز الجسم واللي هو فيه سنتر دي كيوبك يعني كل وجه من أوجه المكعب عليه زرة فبسميه FCC يعني مكعب مركز الأوجه واللي هو Hexagonal Shape يعني واخد الشكل السداسي المتكدس بسميه HCB يعني سداسي مكدس وده طبعا بيبقى عنده من فوق ست زرات عاملة في شكل سداسي وفيه زرة في الوسط وست زرات من تحت عاملة في شكل السداسي وثلاث زرات في المركز تمام؟ باجي بعد كده للسيرفس area حقيقة ان المواد النانومترية بتتميز عن المواد العادية اللي بنسميها البلكي ماتيريال بتتميز في ايه؟ بتتميز في ان لها خواص مختلفة تماما عن البلكي ماتيريال بمعنى ان الذهب اللي بنلبسه في ايدينا بعكس الذهب وهو في حالة النانومتيريال الذهب اللي في ايدي له خواص والذهب اللي في النانومتيريال النانوجولد له خواص تانية خالص تمام؟ فيه مساحة سطحة عالية جدا مش موجودة في البلك جولد اللي احنا بنستخدمه تمام؟ الخواص الميكانيكية يا طرى بتستحمل الشد بتستحمل الضغط اقدر استخدمها كمصمار مثلا في مكينة يحصل له احتكاك مهما يحصل له ما يحصل لهش تآكل اقدر اعالجها بايه علشان ما يحصل لهاش تآكل فيهين ان احنا البلكي ماتيريال او المصمار العادي مع كتر الاحتكاك في المكينة بيحصل له تآكل وممكن مع الوقت يحصل له كروجا كروجا ده بيحتاج مني ان انا اطليه بمادة زي اني كالكروم طب هل النانومتيريال هتبقى بنفس الطريقة هناخد كل ده بالتفصيل هناخد الخواص المغناطيسية بتاعتها هي بارا ماجنيتك ولا ضايا ماجنيتك هناخد الخواص البصرية الاوبتيكال بروبيرتس بتاعتها يعني هي نافذة للضوء فبسميها ترانسبيرانت ولا هي مش نافذة معتمة فبسميها اوبك ولا هي في الوسط ما بين الاتنين فبسميها سيمي ترانسبيرانت تمام الخواص الحفزية بتاعتها الكاتاليتيك اكتيفتي هي شغالة ولا مش شغالة هي اكتف ولا خاملة ولا نوبل زي بالضبط الغازات الخاملة اللي موجودة معانا في الجدول الدوري الووتر سوليابلتي هيدروفوبك أو هيدروفيلك واجد اللي الووتر سوليابلتي لما بتيجي الدوب هل هي بتحب المية ولا بتكره المية لو هي محبة للمية بسميها هيدروفيلك لو هي كرها للمية بسميها هيدروفوبك تمام؟ نبتدي نتعرف مع بعض على على طرق تحضير المواد النانومترية أو طرق التصنيف بتاعتها واتكلم على تلت طرق للتصنيع بتاعها أساسية هي الطريقة الفيزيائية الفيزيكا الميسود والطريقة البيلوجية أو الحيوية والطريقة الكيميائية وهبدأ بالطريقة الفيزيائية وأول طريقة هي اللي هي طريقة الطح باستخدام طاقة عالية تاني طريقة الفيزيكا الفيزيكا الفي بورد بوزيشن اللي هي البي بي دي ودي طريقة بنسميها طريقة الترسيب الفيزيائي للأبخرة وفي من ضمنها طريقة السبوترنج والسبوترنج دي تعني طريقة التزبزب أو زي ما احنا بنسميها كده الترزز أو باللغة العامية بنسميها التفتفة يعني ايه؟ يعني تعد تعمل تتفتف على سطح الفيلم الننوي بتاعك علشان يتكون فبتعمل عملية التفتفة أو الترزز دي بعد كده إلكترون آيون بيم أو بوبريشن اللي هي عملية تبخر حزمة من الإلكترونات أو الآيونات بعد كده ليزر البيشن يعني الاستقصال بالليزر أو الفاكيام آرك اللي هو القوس القهرابي البيروليسيز يعني الانحلال الحراري طبعاً أنا هذكر الطرق وترجمتها ولكن هناخد كل ده بالتفسير طريقة طريقة وطرق تحضير بالتفسير ليزر بيروليسيز اللي هو الانحلال الحراري بالليزر فلاش إسبرير بيروليسيز اللي هو الانحلال الحراري بطريقة الفلاش الإلكترو سبيرينج اللي هو الرزاز الكهربي أما الطريقة البيولوجية فيه طريقة باستخدام المايكرو أورجانيزمس يعني استخدام الكائنات الحية الدقيقة زي البكتيريا يعني أنتج مواد نانو مترية باستخدام البكتيريا وفيه باستخدام القوالب الحيوية اللي هي بنسميها البيولوجيكال تيمبلت أو أننا أخذ مستخلصات نباتية زي البلانت إكستراكت أسستيد بايوجينز اللي هي المستخلصات النباتية بمساعدة التكون الحيوي طب إيه هي الكيميكال ميسود؟ أهم الطرق في الطرق الكيميائية هي الصول جيل سينسيزز بمعنى أننا بكون سوليوشن الأول وبعد كده أحاول السوليوشن لجيل زي طريقة تحضير السيليكا بالزبط طريقة الهايدروسيلمال سينسيزز اللي هي الطريقة الحرارية المائية ودي باستخدمها أشهر حاجة اللي هي الكربون نانوتيوب اللي هي تصنيع نبيب الكربون النانوية الكيميكال فيبرد بوزيشن اللي هي السي بي دي اللي هي طريقة الترسيب بالأبخرة الكيميائية بعد كده المايكرو إيمالشان تيكنيكو دي بتستخدم على استخدام واسع جدا وخاصة لما بنيجي نحضر في المعامل دي بتبقى من أبسط الطرق عندنا اللي هي تقنية المستحلبات الدقيقة باستخدام حاجة اسمها السيرفاكتن والسيرفاكتن ده خلينا نبقى عارفين إنه عبارة عن راس وديل الراس دي بتكون هيدروفوبيك يعني بتحب الأويل أما الديل بيبقى هيدروفوبيك يعني بيحب المية فالراس بتنزل على بقعة الزيت وتقف عليها وتسحبها عن طريق الديل وتوجد في المية زي معظم المنظفات الصناعية بتاعتنا اللي هي الإريال والطايد والبرسيل والحاجات دي نيجي نعرف characterization للنانوماتيريال بنعمل إزاي توصيف للمواد النانومترية أول حاجة التوصيف على حسب السيرفاس إيريا الصيز والشيب بتاعي يعني على حسب الشكل الهندسي يعني اللي ده بيشمل مساحة السطح وبيشمل الحجم لهذه المواد الإليمينتال أند منرال كومبوزيشن يعني التركيب الفلزي والعنصري للمواد النانومترية هاخد بعد كده الماجنيتك بروبيرتز اللي هي الخواص المغناطيسية سيرمل بروبيرتز اللي هي الخواص الحرارية type of structure and bond sinet اللي هي بنية وروابط الخواص للمواد النانومترية وإزاي نوع الروابط بيأثر عندي على الخواص بتاعتها مش بس كده ده البنية البلورية بتاعتها كمان بتأثر عندي على الخواص النانومترية هاخد كل واحدة بالتفصيل وهبتدي بأول واحدة ابتدتها في الكاركتريزيشن اللي هي surface area size and shape ودي بتتميز أن ثلاث حاجات بيقدروا يفسروا لي أو يحددوا هالي أول حاجة transformation electron microscope اللي هو المكهر الإلكتروني والمكهر التم electron microscope ده مستو أنه بيدخل داخل المادة من جوه بمعنى أنا لو عايز أعمل منظار داخل جسدنا جسم الإنسان أو أخش جوه المادة من جوه أستخدم التم أما الscanning electron microscope اللي هو السم ده ماسح خارجي يمسح الجسم من بره بمعنى الشخص ده طويل الشخص ده صير الشخص ده رفيع الشخص ده ضخيل بيوصفه وصف خارجي لكن كليته فيها حصوة مين اللي يبين لأن الكليا فيها حصوة؟ التم يخش فيه التركيب الداخلي للجسم ويحدده بعد كده atomic force microscopy اللي هو بنسميه الـ AFM وده بيحدد حجم البرتكل والحقيقة إن الجهاز ده غالي جدا ما عندناش في مصر غير جهاز واحد فقط لغير طبعا جميع الجامعات في أوروبا متغذية بالأجهزة دي كمان للمواد النانومترية طبعا بتبقى غالية جدا بس إحنا بنكتفي بأبسط حاجة بينهالنا وليكن نعمل عينة تم واحدة ونعمل XRD أو إننا نشوفها بـ UV اللي هو الجهاز طيب طبيعة البوندس دي اللي بيحددها لي قال لي أول حاجة وكل جهاز من دول هاخدله معاضرة بالتفصيل اللي هو جهاز وده بيحدد اللي موجودة في المركب بمعنى أضعف حتة في المركب أقدر أكثره منها هي إيه C double bond O أو O H أو NH2 إيه هي الفانكشن جروب المميزة للمركب زي بالظفط الهنود الحمر والأمريكان السود والأمريكان البيض وهكذا تمام؟ دي إيه دي فانكشن جروب دي حاجة بتميزه فأضعف حتة فيهم هي الفانكشن جروب دي بعد كده ده اللي هو جهاز الامتصاص بالأشعة السينية طيب خلينا ندرس السيرمال بروبيرتز السيرمال بروبيرتز أهم حاجة فيها السيرمو جرافيمتريك أناليسيز اللي بنسميه التي جي ايه والحقيقة إن التي جي ايه بيحدد لي مدى زوبانية المادة عند درجة حرارة كان بيحصل لها ميلتينج وإيه اللي يتبقى من المادة بمعنى لو عندي متل وكربون في المادة الكربون يطير عند درجة حرارة معينة ويتبيق قلي المتل في المادة فيحدد لي بالضبط كمية المتل اللي تبقت في المادة قد ايه مش بس كده ده بيحدد لي حاجة اسمها جلاس ترانزيشن تيمبريتشار درجة الحرارة الجلاسي الاقل منها يبقى البوليمر بتاعي او المادة بتاعتي ميلتينج واعلى منها تبقى المادة بتاعتي جلاسي تمام بعد كده السيرمو ميكانيكال اناليسيز اللي هو التحرير الميكانيكي الحراري والحقيقة إن الخواص الحرارية دي مش بتهمنا قوي بتهم الناس اللي شغالين في العلوم الكهربية او الكهربا زي مثلا سلك النحاس سلك النحاس بيوصل الكهربا ويمواصل جايد للحرارة والكهربا طيب هل اكتشفنا سلك زيه يستحمل زي النحاس طيب لو زاد الضغط على النحاس أقدر إن أنا أشوف باتيل لي لو اتحرق أو حصله أي شيء مع صرف طيب ايه تاني الماجنيتك بروبيرتس الماجنيتك بروبيرتس فيه تلات أجهزة بيهموني قوي بيقيسوا الخواص المغناطسية حاجة اسمها إليكترون بارا ماجنيتك ريزونانس بيقس لي مدى أو صدى الخاصية البارة الموجودة كميتها بإيه في المركب النانوي مش بس كده السوبر كوندكتنج كوانتم دوتس وده جهاز تشويش الكم بفائق التوصيل وفيه عندي جهاز اسمه بيبريتنج سامبل ماجنيتوميتر الفي اس ام وده بيقيس المغناطسية بالاهتزاز العين واخد طبعا كل ده بالتفصيل هشح كل ده بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرات القادمة ولكن دي محاضرة تعريفية شاملة لعلم النانو والاجهزة اللي بتوصفه بتقيس هنيجي بقى ليه الانجينير دي نانو ماتيريا ليه أنا سمتها انجينير دي أصلا بتاخد شكل انجينيرينج بتاخد شكل بارتكيل يعني بتاخد شكل جسيم مواد النانومترية على شكل جسيمات ولا على شكل فيلمز يعني شرائح وافلام رفيعة ولا هي مثل ارجانيك فيريم وار بنسميها الماف والحقيقة ان المواد دي عبارة عن ارتباط معدني عضوي بمعدن بمعنى دي لها طبعا خزائص طبية واختراها باحث اردني اسمه الدكتور عمر باغي ده اختراها تقريبا في سنة 2000 والحقيقة ان هي وجدوا فيها اكتشاف كبير جدا ان هي بتستخدم في تخزين النيتروجين بشكل رئيس في عندي نانو وايرز اللي هي الاسلاك النانوية عندي نانو تيوب اللي هي الانبيب النانوية عندي نانوفايبر اللي هي الشعيرات او الالياف النانوية في الحقيقة ان هي لها مجموعة من التطبيقات ما زالت في اطار البحث والتطوير زي الالكتريكا للتطبيقات الكهربية وزي الاندستيريا اللي هي التطبيقات الصناعية وزي البيوميديكال اللي هي التطبيقات الطبية وزي الانفيرومينتل وهي التطبيقات البيئية تمام؟ طيب خلينا ناخد كل تطبيق بالتفصيل ونبص عندنا على التطبيقات القهربية من ضمن التطبيقات القهربية بتاعتنا انها بتستخدم ككوندكتور يعني موصلات او نواقل وليكن عايز مثلا بديل يوصل القهرباء زي سلك النحاس سلك النحاس تقيل في الوزن بالاضافة انه ما عندوش كترة على تحمل الطيار في المحركات الكبيرة ممكن يتحرق مني ويحصل له تفحم هل هلاقي في تكنولوجيا النانو بديل؟ طب ايه تاني في تطبيقات الطاقة في الالكترونيات في الشيلدنج يعني ايه شيلدنج؟ يعني الحماية من الاشعة باستخدمها كعوازل طب بتهمين ازاي من الاشعة؟ ان انا بعمل ملابس واقية من الاشعة زي بالظبط لو انا داخل المركز الاشعاعي هنا او لما بدخل بيلبسوني بلتو كده وفيه سنسور السنسور اللي موجود عند جيب البلتو ده ده مصنوع من مادة نانومترية بمجرد ما بدخل بوصل لدوز معينة من الاشعاع ويقول لي اتفضل اخرج ويديني صفارة ان انا اخرج لان انا تشبعت بجرقة الاشعاع اليومية بتاعتي وان اكتر من كده في خطر علي في تطبيقات ايه تاني؟ في الورابل في الاقمشة الزكية اللي بنسميها الانتليجنت تيكستايل الاقمشة الزكية او الاسمارت تيكستايل هاخد كل الكلام ده بالتفصيل باستخدمها في السنسور اللي هي الحساسات طب ايه هي التطبيقات الصناعية بتاعتي؟ باستخدمها في معالجة المية الووتر تريتمنت في بناء التوليفات اللي هي الكمبوزيت في الانسوليتور باستخدمها في بناء العوازل في الكاتاليسيز في المحفزات الكيميائية في الهيتنج في عمليات التسخيم بالمواد النانومترية طيب بالنسبة للتطبيقات البايوميديكال بتاعتي او التطبيقات الحيوية بتاعتها باستخدمها في الانتمايكروبيل يعني ايه؟ يعني اصنع اقمشة مقاومة للبيكتيريا والمكروبات يعني اصنع طلاق او بانتس او بيجمينت يأطلبيس اسطح المستشفيات فيكون مضاد للبكتيريا مضاد للامراض مضاد للفتريات باستخدمها فيه الديجنوزيز اللي هي عمليات التشخيص للامراض باستخدمها في الدرج والجينز لتوصيل الدواء باستخدمها في الميديكال ديفايز في الأجهزة الطبية والتيشيو انجينيرينج أو الأنسجة الحيوي طيب الطبقات الانفيرومينتال بتاعتها فيه الطبقات الانفيرومينتال بتاعتي اللي هي ايه لو انا جيت ابص للطبقات الانفيرومينتال او الطبقات البيئية باستخدمها في الجهز سيبراشن بمعنى عايز افصل غاز الاكسوجين عن النيتروجين عايز استوانة مليانة اكسوجين لجهاز الاتوميك مثلا واستوانا نيتروجين او واستوانا اسيتيلين واستوانا اكتوجين يبقى قادر استخدمه بفصل اللغازات عن بعضها في الدي ابزوربشان فيه امتزاز السبغات وخاصة النانو كومبوزيت له خاصية كبيرة جدا فيه امتزاز السبغات باستخدمها في الووتر بيريفيكيشن في تنقية المية باستخدمها في البي او تي اس ابزوربشان يعني بولاطايل اورجاني كومباوند بمعنى امتزاز المركبات العضوية المتطيرة ودي بتفيدني قوي في معالجة مياه الصرف المحطات بتاع الصرف الصحي بيبقى فيها ريحة كريهة جدا فدي لما بيجي يضيف لها مواد كيموية للمعالجة بتتطير مجموعة من الاخيرة بنسميها البولاطايل اورجانيك كومباوند مش هجيب بقى غطيان ويغطي بيها المحطة لا ده هيستخدم مواد نانومترية تساعده على انها تمتص الرائحة دي بسرعة باستخدمه في البيو جاز الوقود الحيوي باستخدمها في عملية البروتكشن ان انا اعمل عملية حماية للأسطح ان انا اطليها بمواد خاصة تقوم ضد البكتيريا او الفطريات وديت مثال على كده أسطح المستشفيات واللي حصل ايام كورونا لو كان عندنا مادة مضادة لكورونا طالينا بيها المستشفيات ما كانش الناس اتعقمت ودخلت وبعد ما دخلت كانت بتخرج ويحرقوا الملابس بتاعتها تمام طيب انا عايز بقى اقسم المواد النانومترية دي في حالة الاندسترية لمواد كيميكالي اكتف ومواد كيميكالي ان اكتف مواد ناشطة استخدام المواد الناشطة كيميائيا زي يمين زي الهيتروجينيا سكتاليسيز المواد الغير متجنسة اللي باستخدمها في عملية مثلا الهضراجة للزيوت والدهون في الووتر جاز شيفت في فصل غاز عن المية في عملية الكاربون اوكسايد اول ساني اوكسايد الكاربون اوكسايد اللي هي اكسادة اول غاز ساني اوكسايد الكاربون طيب ايه تاني من التطبيقات اللي بتكون ناشطة كيميائيا استخدام المواد النانومترية ناشطة كيميائيا في ايه تاني من التطبيقات بتاعتي اللي والله فيه عندك تطبيقات تضيفي مواد أي مضادة للبكتيريا او تضيفي مواد مضادة للبكتيريا على التكستيل على الملابس فبالتالي ما كناش نخرج ونحرع لدوم بتاعتنا استخدمها في صناعة الأطمشة المضادة للبكتيريا في الكنسر سربي معالجة السرطان في الدراج ديليفري في توصيل الهواء في الدواء يا ربي في توصيل ونقل الدواء في المواد الطبية الحيوية في الأورثو في الجراحات العظمية اللي هي زي الشريحة والمسامير بدل ما بنجيب شريحة ومسامير بيكون حجمها كبير ليه مش تخدمش حاجات نانومترية صغيرة وفي نفس الوقت تقوم بنفس الدور طيب اما اجي اعسم بقى الاندستيريا بالنسبة للنانومتيريا وهي يعني خملة كيميائيا نبص على الخملة كيميائيا اللي هي باللون الأصفر على اليمين نانومتيريال كيميكالي باستخدمها في اين قال لي اول حاجة في أعمل تكون عليها تقوم بوظيفة زي مين زي مثلا أسطح الجرافين الجرافين ده باستخدمه ككروجن بيحميني من الكروجن أو التآكل أو أغطي الأسطح بالتيتانيوم اوكسايد فتعمل سيلف كليننج يعني تعمل تنظيف ذاتي لنفسها للأسطح مش بس كده أستخدمها كنانوكليز جرافيت فيلمس أستخدمها كحشوات في النانوكلي أستخدمها في السمارت ومن ضمن الحشوات على فكرة اللي احنا بنستخدمها النانوكلي عشان أكون توليفات مش بس كده باستخدم الكربون الأسود اللي بنسميه الكربون بلاك والحقيقة إن الكربون بلاك بيبقى إينارة أما الـ كربون بالك تمامировать طيب ايه تاني في التطبيقات نبص على الجزء اللي تحتي ده باخده في ايه بستعمل التاني في ايه في التطبيقات بستعملها في البروسيسنج ايد يعني ايه يعني ان انا استخدمها ككريا للدرج كحامل او ناقل للدوة بستخدمها في ال uv protection ان انا اعمل عملية حماية من الاشعة ال uv او الاشعة الفقمة نفسجية ان انا اعمل اوبتيكال قوتنج غطاء بيكون مضيق فيحميني يعكس الاشعة الفقبة نفسجية ال uv دي بستخدمه في صناعة الديهنات او الديهنات بستخدمه في ال diadoped في ال diagnostic او اللي هو التشخيص وده عبارة عن ضايب سبغة بحطها على السيليكون اوكسايد او اللي بنسميها السيليكا اللي احنا بنستخرجها من اش الرز طبعا لو انا حاولت السيليكا لنانوسيليكا في فرق شاسع جدا في الخاصة ما بين السيليكا نفسها والنانوسيليكا مش بس كده بستخدمها في صناعة الديهنات اللي هي لو انا خدت zinc oxide مع uv في الاشعة الفقبة نفسجية بستخدمه بيعمل absorbing انجليه الكوزماتيكس طيب انا عايز اصنف المواد النانومترية بتاعتي اعمل classification لها بيعتمد على ال dimension واللي انت صنفتي دلوقتي تصنيف المواد النانومترية تبعا لابعادها وطبيعتها وانت قلتلي ان فيه واحدة في الزيرو ضيمنشان وفيه واحدة اوحادية وفيه واحدة صناعية وهكذا اصنفهم ازاي لو انا جيت خدت اللي سكيل بتاعي هو الساند على اليمين او حبة الرمل حبة الرمل الديامتر بتاعها حوالي واحد ميلي متر اللي قابل منها وحوالي ميت مايكرو متر حبة اللقاح تمام؟ طيب اجا بص على العشرة مايكرو متر دي مين؟ دي الريت بلاتسل اللي هي قرات الدم الحمرة قابلها واحد مايكرو متر البكتيريا لكن الفيروس الفيروس ميت نانومتر لو انا جيت ابص من واحد نانومتر لميت نانومتر ايه اللي موجود في الرنج ده؟ اللي واحد نانومتر الكربون سيكستين اللي هو بنسميه مركب الفلورين وهاخده بالتفصيل اللي عندي اثنين نانومتر الدي ان ايه يبقى الدي ان ايه ديامتر ده نانو ده جسيم نانو طب البروتين حوالي عشرة نانومتر اما الفيروس ميت نانومتر طب الزرة واحد من عشرة نانومتر وجوه الزرة فيه نيوكلس وفيه بروتون وفيه الكترون واظن مكتوم عند حضرتك الابعاد بتاعتها بتبقى كام لو انا جيت ابص على الصورة دي الصورة دي لشعيرة لجسم الانسان متكبرة شعيرة جسم الانسان بتبقى في حدود ميت مايكرو ميتر او مية وعشرة مايكرو ميتر لو انا جيت ابص على المواد النانومترية دي اللي بتكون ابعادها او اكترها اصغر من ميت نانو ويتر ابص الاقي ان الزرة هنا اللي فيها نيترونات وبروتونات والبترونات عشرة وصناقس ستاشر وعشرة وصناقس اتناشر وعشرة وصناقس خمستاشر لكن بص على شعر جسم الانسان كم نانو ميت ميت مايكرو ميتر طيب الشعيرة النانوية هتبقى فين بقى بص معايا على الصورة دي كده شايفين الشعيرة النانوية السامل بنفسجي ده بيشير لشعيرة في رينج النانومتر شايفين شعيرة جسم الانسان عرضها قد ايه وشعيرة النانومتر بتسوي قد ايه من شعيرة جسم الانسان طيب الصورة دي بتتاخد بإيه بتتاخد بمجهر إلكتروني مجهر ميكروسكوبي بيصورها تمام وإن شاء الله بإذن الله نستكمل على خير كفاية لحد كده ونستكمل إن شاء الله المرة الجاية تصنيف المواد النانومترية تبعا للأبعاد بتاعتها سواء كانت أحادية أو سنائية وهكذا اشتركوا في القناة